على الرغم من عدم ذكرها بالاسم إلا أن إدريس الأزامي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وجه رسائل من تحت الماء بشأن حملة تشهير التي تعرضت لها البرلمانية عن الحزب أمين ماء العينين مشيرا إلى أن الحزب يتعرض لهزات ولحملات استهداف متواصلة مؤكدا أن ذلك يتطلب العودة لأساسيات الحزب بهدف ضبط البوصلة والتواصل بالحق والتواصل بالصبر والتبات على طريق الإصلاح الذي اختاره الحزب والانتصار للمبادئ التي على أركانها بني الحزب وقال الأزامي في كلمته التي ألقاها قبل قليل في افتتاح دورة المجلس الوطني العادية إن حزبنا مجموعة بشرية تحكمها ضوابط ومبادئ وأعضاؤها ليس ملائكة فهم معرضون للخطأ والصواب وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينصب على الحزب ككل أو أن ينشغل به الحزب ويلهيه عن الأمور الكبرى وزاد ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤثر على الآداء العام والصورة العامة للحزب أو أن يشغل أعضاؤه عن مهامهم النضالية الأساسية أو أن يزرع الشك والريب عندهم لأن هذا يصب في النهاية ويساهم من خلاله المناضلون من حيث يدرون أو لا يدرون في مخططات خصوم الحزب وشدد الآزام في كلمته أن معركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للنفسدين هي أولا وقبل كل شيء معركة نفسية ومعركة استنزاف وهو ما ينبغي أن نعيه جيدا حتى لا نكون وقودا لمثل هذه الحمالات المتتالية والتي لن تتوقف وتزداد بحسب الاستحقاقات والسياقات وأضاف في إشارة إلى قصة مع العينين الموضوع اليوم لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال هو مدى صحة الوسائل والأدوات المستعملة في هذه الحمالات من عدمها ولا ينبغي أن نشغل أوقاتنا ومجهوداتنا بالخوض فيها فأحسن التصدي لمثل هذه الحمالات وأحسن جواب عليها هو أن نعرض عنها وعن أصحابها وأن نتجها لها هذا وشدد الآزام على مرجعية الحزب الإسلامية مؤكدا في هذا الصدد أن انطلاق الحزب من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة لا يعني تمييز الحزب عن أي طرف سياسي باختيارها هذا فهذا الاختيار قبل أن يكون قناعة ذاتية فهو اختيار أصيل وحضاري للدولة والمجتمع كما أن انطلاق الحزب من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة يضيف يعني الانتصار للاختيار الديمقراطي وللإرادة الشعبية واحترام المؤسسات وتعديد مكانتها واستقلاليتها وشدد الآزام على أن منهج الحزب كان دائما مبنيا على الانتثال للقانون باعتبارها أسمى تعبير عن إرادة الأمة واحترام المؤسسات باعتبارها الضامن لحقوق والحريات ولا يسمح لنفسه بالدفاع عن من يقوم من أعضاه بأخطاء أو مخالفات للقوانين والأمثلة على هذا معروفة على حد تعبيره ترجمة نانسي قنقر